موسيقى طبط بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفه وخط تغريدة هزمته أمام الفيروس الصغير الفيروس الذي تجهله وقلل من مخاطره تسلل إلى جسده السبعيني من دون استئذان لعل دعوات دونالد ترامب استجيبت وحلمه بعدم مغادرة البيت الأبيض تحقق ولكن ليس كما تمنى فعلا سيبقى ترامب أسير المكتب البيضوي حتى انتهاء فترة الحجر الصحي الرئيس الذي يحب المفاجآت فاجأه الفيروس تارك الكثير من التساؤلات عن المرحلة المقبلة وكأن أمريكا تعيش مخاضا مع القدر أهلا ومرحبا بكم في مخاضي أمريكا مخاضي أمريكا أمريكا مخاضي أمريكا 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 يسرني أن يكون معنا في هذه الحلقة سيد بيتر كوزنيك. وهو أكاديمي في الجامعة الأمريكية في واشنطن. وهو معنا من العاصمة الأمريكية. سيد دان بويلن. محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز. هو معنا أيضا من واشنطن. وهي حلوي مديرة الميادين أونلاين. أهلا ومرحبا بكم جميعا عبر شاشة الميادين. سيد دان عندما تواصلنا معكم. كان الحديث سيكون اليوم عن المناظرة الأمريكية الشهيرة. كانت المناظرة الأسوأ بين بايدن وترامب. ولكن حدثا فرض نفسه على الساحة الأمريكية. وحتى على الساحة العالمية. ترامب يعلن إصابته ب فيروس كورونا. بداية هل من معلومات حول صحة الرئيس الأمريكي؟ وفقا لأحدث المعلومات التي وصلتنا من البيت الأبيض. فأن رئيس وزوجته يظهران بعض الأعراض المعتدلة. وربما قد أصبا بحمة متدنية. وعرفنا مؤخرا أن رئيس اللجنة أو رئيسة اللجنة الجمهورية قد أصبت بالفيروس. وقد التقت الرئيس يوم الأحد. وهي رئيسة هذا الحزب. كما أنها مقربة من ميت رومني. هي أحد أقربائه. وبالتالي هذا يبين الروابط العائلية وإمكانيات انتقال الفيروس. لذلك شاهدنا على الكثير من التكهنات. لمعرفة كم شخص من المسؤولين من الصف الأول في الحزب الجمهوري قد أصيبوا بالفيروس. سيد كوزنك قبل الحديث عن السيناريوهات المرتقبة عقب إصابة ترامب بالفيروس. هل ما زال يوم الثلاثة الثالث من أكتوبر سيكون يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ عفوا. الثالث من نوفمبر. بداية أود أن أقول أن السناتور مايك لي وهو في ألشن القضاية مينيوتا قد أعلن كذلك أنه مصاب بفيروس كوفيد المستجد. بالتالي الأوضاع تزداد تعقيدا. وأشخاص قد أجروا الاختبار وكان اختباراتهم سلبية. لكن لا يعني أنهم لم يصيبوا بعد ذلك بالفيروس. لسيما وأن الاختبارات قد تبين نتيجة سلبية خاطئة. وبعض الأحيان تطلب الأمر أياما قبل أن تظهر الإصابة على مستوى الاختبارات. أما بالنسبة إلى سؤالك الثاني. فقد نشهد ربما على محاولة من جانب البعض لإرجاء الانتخابات. إلا أن إمكانية تحقيق ذلك تبقى ضئيلة إلى حد كبير. لقد شهدنا في الأيام القليلة الماضية. كيف أن ترامب حاول أن يغير مسار الانتخابات من خلال محاولاته تقويد نزاهة الانتخابات. لسيما من خلال مهاجمة الانتخاب والاقتراع عبر البريد. لكن في هذه المرة نشهد على إصابة افتعلها ترامب بحق ذاته. لسيما وأنه قد كان يخفف من أهمية هذا الفيروس منذ البداية. وهو لم يرفض أن يضع القناع فحسب في الظروف كافة. بل كان يسخر من الأشخاص الذين ارتدوا الأقنعة. بما في ذلك جو بايدن. وفي التجمعات الشعبية. أتبع له الأشخاص الذين كانوا يتجمهرون. كانوا يحضرون من دون فيروس. أو من دون قناع. وبهذه الطريقة نرى أن ترامب قد أعزز انتشار هذا الفيروس. وبالتالي في ظل الظروف الرهنة يبدو من المستبعد أنه من الممكن إرشاء الانتخابات. لكن المؤكد أن المسأة سيتغيير. بطبيعة الحال هناك مصادر في البيت الأبيض تحدثت بأن الانتخابات ستجري في موعدها. وأن ترامب يتمتع بصحة جيدة وسيشارك في هذه الانتخابات. بهي ترامب استخدم منصة تويتر للإعلان عن إصابته بفيروس كورونا. واشتعلت المنصة بالتفاعل. ترصدون هذه التفاعلات منذ ساعات الفجر الأولى. ماذا وجدتم بهي؟ إصابة ترامب بكورونا هي الحدث الأبرز عالميا منذ لحظة نشر التغريدة. وضجت هذه المنصة بالتعليقات. ولم يخلد المتابعون للنوم لمتابعة تبيعة هذا الحدث. على المستوى الشعبي. مايا راجت عديد من الوصوم في كل الولايات. بجولة سريعة. نجد أن الطابع أغلبية التعليقات أتت بإطار السخرية من الرئيس. وتحميله المسئولية الكاملة حول ما جرى. وأن إصابته كان أمرا محتوما ومحصوما. لأنه استخفى واستهزأ بيئة الإجراءات منذ اليوم الأول. عدد قليل من الحسابات يتمنون الشفاء العاجل للرئيس. لكن حتى الوسوم التي أتت بإطار الصلوات أو الدعوات له مثل بريينج. تحولت أو انحرف مسارها من الدعاء والصلاة للرئيس. لتقديم الصلوات بإطار مختلف أو صلوات لكي يتعلم بأسلوب مختلف الرئيس الأمريكي مما حصل. سأقف عند بعض التعليقات التي رصدناها. هناك كان قلقا على صحة القاضية التي أراد تعيينها بارد. وعائلتها التي رفقتها خلال الخطاب الأخير. كان هناك أيضا بعض القلق على حياة عائلة ترامب المقربة منه. تعليقات عن تساؤلات عما إذا كان سيصاب الرئيس الأمريكي بما بالفايروس. لو التزم بهذه الإجراءات التي نصحه بها الأطباء. وربما يجب القول أن بعض مؤيدية الحزب الديمقراطي تعاملوا بدبلوماسية على رأسهم جو بايدن. طبعا وكما لحارس. نعم دعوا لي الرئيس الأمريكي بالشفاء. ولكن اللافت كان أيضا أداء بعض مؤيدية الحزب الجمهوري. مثلا ميتش ميكونل. بداية كانوا تحت تأثير الصدمة. ولم يعلقوا. ولكن مع مرور الزمن حاولوا حرف مسار التركيز عن صحة الرئيس الأمريكي إلى نقاط قوة لدى الحزب الجمهوري. مثل موضوع تعيين القاضية. وهذه التغريدة منذ دقائق عن اتصال جرى بين ميتش ميكونل والرئيس الأمريكي ترامب. مفادوا أنه سيباشرون بكل المراسيم المطلوبة لمباشرة موضوع تعيين القاضية. سيد دان. لعل السؤال الأبرز الآن في أمريكا وحتى في العالم نوات أو ماذا سيحصل الآن. سأبدأ مع السيناريو الأسوأ. ماذا لو تدهورت صحة الرئيس الأمريكي؟ في حال تدهورت صحة ترامب بالطبع قد نشهد على سيناريو سياسي يشير إلى فوضى حقيقية في البيت الأبيض. نعرف أن الرئيس منذ أن تولى منصبه وقد أدار البيت الأبيض بطريقة مغيرة عن أي رئيس في تاريخ المعاصر. وقد شاهدنا على الكثير من حالات القتال الداخلي والنزاعات الداخلية وحتى الخيانات من الداخل. بالتالي سنشهد على بيت أبيض يسوده الاضطراب. ونعرف أن كثيراً من البيت الأبيض قد رحلوا عن إدارة ترامب قالين أنه لا يأتمر لأي توصيات وبكل بساطة يحاول أن يتبع حدسه كما يسميه. نعم. وفي حال وجد نفسه مطرًا لاستخدام جهاز التنفس الاصطناعي في المستشفى. بالطبع نائبه بانتس لابد وأن يحل مكانه على المستوى الدستوري يمكن للكونغرس الأمريكي في الواقع ممثلاً بنانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب وهي من الحزب الديمقراطي وكذلك على مستوى مجلس الشيوخ لدينا ميتش مكونل قد يجتمعان للحديث ربما عن ضرورة إزاحة الرئيس عن منصبه بشكل مؤقت وهذا قد يذكرنا مع ما حصل ربما في المملكة المتحدة مع رئيس الوزارة جونسون الذي طرى لأن يمكث في المستشفى لأسبوعين وكان يستخدمه جهاز التنفس للصناعي بالطبع البلد برماته كان يترقب ما الذي سيحدث لكن بالطبع الوضع سيان بالنسبة إلى أمريكا ولكن ما يقرر أن الرئيس أصبح عاجزا لذا لابد من تولي مايك بانس المسؤولية هل هناك لجنة أطباء مثلا موجودة داخل البيت الأبيض وهي مسؤولة عن اتخاذ مثل هذا القرار وعليه يتخذ أو تتخذ الإدارة الأمريكية قرار تعيين بانس في مكان ترامب ولو كان ذلك لمدة زمنية معينة بالطبع يوجد طبيب الرسمي لترامب كما يوجد أهل السياسة وبالطبع كما نقول في واشنطن لا يمكن أن نختثل الحياة السياسية من دون مراعاة دور السياسيين لا شك في أن سنشهد على صراع محتدم مع الدموقراطيين الذين يرون أن بايدن يتقدم في الاستفتاءات وترامب يقترب بالطبع الآلية المعتمدة ستكون صعبة الفهم فبعض الأشخاص المقربين من الرئيس ربما سيقودون شفافيته كما شاهدنا ماضيا مع تجربة البعض من المسؤولين الذين كانوا مقربين منه بالطبع يوجد طبيبه الرسمي ونحن نتحدث عن واشنطن العاصمة وعن وجود مؤسسات ووكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومؤسسات تسعى الحصول على معلومات دقيقة من البيت الأبيض لمعرفة حقيقة ما يدور في الداخل وبعض الأشخاص كانوا مقربين من رئيس ترامب مثل مايكل بومبيو وهو وزير الخارجية الحالي نعرف أنه كان يدير وكالة الاستخبارات المركزية لفترة من زمن قبل أن ينتقل ليشغل منصب وزير الخارجية بتالي نشهد على هذه الفس من أهل السلطة في واشنطن على مستوى البنتاجون وكذلك مؤسسة العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية جهة عدة بالطبع لا تريد أن ترى أمريكا تتهاوى قبل موعد الانتخابات بالطبع لذلك الناس سيحاولون أن يعملون على تبيان الحقيقة بأكثر طريقة متكتمة والحرص على تقدم المطلوب علما بأن هناك من يشك اليوم بأن ما إذا كانت الأخبار التي ستقال عن البيت الأبيض أو التي ستخرج من البيت الأبيض أكانت هي حقيقية أم لا سيد كوزنيك بعد زيارته البيت الأبيض قال مراسل في أتلنتك وهو بيتر نيكولاس قال إن عددا قليلا من موظفي جناح الرئيس يرتدون الكيمامات وأنه لا يتم فحص كل من يزور البيت الأبيض كما يجب ووصف البيت الأبيض بالأرض الخصبة لفيروس كورونا بسبب الافتقار إلى بروتوكولات السلامة هذا يضعنا أمام ماذا هل قادت إحدى أهم دول العالم اليوم كلهم في خطر يبدو أن عددا لا يستهان به من هؤلاء القادة باتوا مهددين إن كنا تحدثوا عن هذه الإدارة ولعل الأدلة العلمية الأفضل تبين أن الأشخاص يكونون الأكثر عدوى للآخرين في الأيام الأولى قبل أن تظهر الأعراض لديهم وبتالي لابد أن نتقف أثار كل شخص نصاب للأيام الأولى ربما لنهاية الأسبوع الفائت لمعرفة مع من التق ترامب فلا نعرف بعد كيف أصيب ترامب هل أصيب من هوب هكس أم ترامب أصاب هوب هكس بهذا الفيروس أم ربما أصيب من شخص آخر الفترة تبقى مبكرة لكي نعرف كيف حصلت العدوى لكن ما نعرف هو أن يتحدث عن حلقة واسعة جدا من الأشخاص المصابين المحتملين ونعرف أنه بالنسبة إلى الشخصية القادية المسامة للمحكمة العليا قد التقت ترامب وكذلك أعضاء أفراد من مجلس الشيوخ وقد اجتمعت مع مسؤولين كذلك التقوا بدورهم مع ترامب إذن نحن أمام فترة ضبابية سيد كوزنك يعني علما بأن البيانات الرسمية الصادرة من البيت الأبيض لا تزلت أكد أن ترامب في صحة جيدة ولكن ماذا يحدث لو أصبح مريضا جدا بحسب الدستور الأمريكي يسمح التعديل الخامس والعشرون بتسليم السلطة إلى نائب الرئيس ومما يعني بأن مايك بانس سيصبح الرئيس بالنيابة كما ذكرنا منذ قليل ولكن موضوع انتقال السلطة بهذه الطريقة ليس جديدا في أمريكا وترامب ليس أول رئيس يصب المرض أثناء ولايته جورج واشنطن أصيب بالانفلونزا والالتهاب الرئوي في ربيع عام 1790 أيضا ووجو ويلسون كان شديد المرض خلال محادثات السلام بعد الحرب العالمية الأولى في باريس أربعة رؤساء توفوا لأسباب طبيعية خلال وجودهم في منصبهم وهم وليام هنري هيرسون زكاري تيلر وواري هاردينج وفرانكلين روزفيلت وهذا واغتيل أربعة رؤساء خلال وجودهم في منصبهم وهم أبرهام لينكل جيمز أبرام وليام مكينلي وجون أف كيندي ولكن لم يحدث أن أصيب أي رئيس بمرض أو توفي قبيل الانتخابات وحده المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمز تيرمين توفي قبل ستة أيام من انتخابات عام 1912 وقت ذاك لم يتم أوراق الاقتراع وخسر حزبه على أي حال سيد كوسنيك هل حدث في أمريكا مثل ما يحصل اليوم هل شهدتم على حدث مثل هذا الحدث الأمريكي اليوم أي إصابة رئيس قبيل الانتخابات بمثل هذا المرض لا بالطبع هذه واقعة مستجدة بالنسبة لنا غير مسبوقة تبدل قواعد اللعبة لقد عرفنا بالطبع كما ذكرتم حالة رؤساء قد مرض بشكل كبير في الثمانينيات رونالد دريغين قد أصيب بطلق الناري ثم أطر لخضوع لجراحة نتيجة إصابته بسرطان بالكولون وفي هذه الفترة أوكل زمام سلطة إلى نائب رئيسه جورج بوش الأب والذي خضع كذلك بدوره إلى عملياتي جراحياتين حيث أطر لتسليم السلطة إلى ديكتشيني بالتالي شاهدنا على انتقال من هذا النوع للسلطة بصورة مؤقتة لكن في حالي طرأ أمر مفاجئ لترامب وهو بات غير قادر على إدارة البلاد مايك بانس يمكنه أن يتولى السلطة وإن كان مايك بانس غير قادر على إدارة البلاد تنتقل السلطة إلى نانسي بيلوسي بالتالي نتحدث هنا عن ظروف غير معهودة فلا شك في أن الأمر سيواجه بتعون عدى في المحكمة من المفترض بوجود تسلسل لتنقل السلطة لكن ما الذي سيحدث على الأرض لا نعرفه بعد بعد وقت قصير من أعلان ترامب إصابته بكوفيد بدأت نظريات المؤامرة هل أعطيتنا تفاصيل حول هذا الموضوع نعم نحن نرصد الحدث منذ ساعات الصباح الأولى ويمكنني القول بكل صراحة أنه هذه ما حصل اليوم من أكثر الأيام التي نرصد فيها كمية من الضجيج الإلكتروني أو ديجيتل نويز وهذا يعود لسببين أساسيين أولا هناك ضرورة للتفريق بين ديس إنفرميشن ومس إنفرميشن أو عمليات التضليل الممنهجة والانتشار للمعلومات المغلوطة بطريقة تلقائية ما حصل اليوم هو مزيج من الأثنين أولا بعد انتشار تغريدة ترامب بصورة خيالية حول إصابته بكورونا ارتفع مؤشر الحديث عن موضوع الهايدروكسيكلوروكين بسرعة خيالية السياق الأول كان في إطار ساخر يعني يطلبون من ترامب تناول الجرعات كما هو أشار سابقا بخلال تلقيه العلاج أما الشق الثاني كان في إطار من تناول أو تحدث حول الموضوع على اعتبار أن هذا تكتيك أو سيناريو من ترامب كذبوه يعني حول موضوع الإصابة والدعو أنه سينتصر على الوباء ويقول أنه اعتمد على الهايدروكسيكلوروكين وبالتالي سيقدمه على أساس أنه انتصار للحزب الجمهوري وسيطلب من الحزب الديمقراطي الردوخ إلى هذه النظرية أما السبب الثاني أنا أتخيل أمريكا تردخ لمثل هذه النظرية أتخيل العالم يردخ لمثل هذه النظرية أما السياق الثاني أو السبب الثاني هو كان مرتبطا بمجموعات كيو أنون هذه المجموعة اليمينية المتطرفة التي راجت مؤخرا بنسبة كبيرة في الداخل الأمريكي وهي التي تؤيد ترامب بصورة عفوية وتلقائية هذه المجموعات يعني مجموعات من مؤيدي يعني هذه 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 النظرية يقولون يعني اليوم أو يطالبون بتأجيل الانتخابات على اعتبار أنه لا يمكن لرئيس يعني مثل ترامب مع كل الإنجازات التي حققها أن يخوض هذه العملية أو هذا السباق الانتخابي لم يكن بصحة جيدة وبالتالي هم يطالبون بتأجيل الانتخابات وفعلا تحول هذا الموضوع إلى جدل على منصة تويتر بين من يقول بأنه لا داعي لتأجيل موضوع الانتخابات وبين من يطالب بهذا الموضوع فيما تعاملت سي أن أن مع قضية إصابة ترامب على أنها قضية أمن قومي تستوجب أقصى درجات الشفافية حرصت فوكس نيوز على نشر صور ترامب بالكيمامة وأظهرت دعما واضحا له طبعا ساعات من التغطية المتواصلة في الأعلام الأمريكي انتقينا مقتطفات منها نتابع ترامب يخصونا البهي بخير أو بتغييره وكله تغييره ابتعدى بخير إنتهي بخير تغييره تبضي بنفس الناس نحوظ نبري أشياء تنفي تغييره إنتهي أحد إنتهي إنتهي المتحدث بالrounded فيها أجل دائم سويدة بشخة بشخص بسطات والإنساءات القادمة في بشكل عادي فيها وقال عادي بُشخص بشكل إليه وأنتم أنه يكون في أمر excellent والحوالي وأنتم أنه يريدونه مقالية أعطاها أنه يكون في فلرطة لدى السمورة أنه يؤمن أنه يمكن أن يكونوا الوريض فلوه فلوغ حلوه وعندسي فلوخ أريد منفع فلورد من ويغبر مواجهة خلال or through Skype and maybe he's able to continue to do his job effectively and campaign effectively as long as he's not having any symptoms. The news we're getting now from the president, you have said that this was a, how did you put it, a red alert for the administration when it comes to what could happen. And now I think our worst fears, and I'm sure the president's and the first ladies have been realized. Donna, I said hours ago that this was a code red moment for the U.S. government before we even have these diagnoses from FLOTUS and POTUS. At this point, knowing that the president is sick and that the pandemic is affecting personnel in the White House, this may be the most dangerous moment that the U.S. government has ever faced. The president is suffering from a deadly virus. This feels like something we should be watching on an episode of Homeland. The president of the United States is suffering from a deadly virus. He has to quarantine. He is not able to fully perform his duties as commander in chief. Based upon the number of personnel that he comes into contact with every single day without wearing a mask, it is logical that other senior personnel within the national security apparatus could be infected by this virus. at the minimum, they will also be unable to fully perform their duties. The U.S. government is incredibly vulnerable at this moment. سيد دان, انطلاقاً مما ورد في هذا التقرير بأن هذا الحدث قد يكون من أكثر اللحظات خطورة على الحكومة الأمريكية. حتى في الأوقات العادية إذا كانت صحة الرئيس في خطر أو هي مهددة. يمكن لذلك أن يحرك الأسواق وحتى يوقظ القوات الحربية. ما المتوقع اليوم فيما أمريكا أصلاً تعيش لحظات استثنائية قبل أعلان الرئيس إصابته بكوفيد؟ لا شك في أننا نمر في أوقات غير مسبوقة. وأنا في الواقع أعيش على بعدي شارعاً من مقر مجلس نواب الأمريكي. ونحن مطرون لوادي هذا النوع من الأقنعة. حتى إذا ما ذهبنا إلى البنتاجون. ولدينا الأقنعة البسيطة التي يمكن أن نرتديها إذا ما ذهبنا إلى متاجر العادية. واشنطن العصمة باتت تعجو بالأقنعة ولدي ابنائي. وقد حصل على هذا النوع من الأقنعة المخصصة للأطفال. وبالطبع معادوا قادرين على ذهب المدرسة لأنهم مضطرين إلى متابعة دراستهم بطريقة افتراضية. أولادوا في الخامسة من العمر. فهذا يثير لكم طبيعة البيئة التي تحكم الحياة في واشنطن. نعم شهدنا بعض الإرخاء في التدبير. لكن المدينة تبقى بعيدة كل البعض عن العودة إلى الحياة الطبيعية. أنا أقصد مطار دولي بطريقة دورية لكي تعرف إلى الإجراءات المعتمدة. وحتى الآن المطار يعمل بقدرة 10% ليس أكثر. الوضع استثنائي بالطبع. البنتاجون الأمريكي مضطر في بعض جوانبه على أن لا يعمل بطريقة افتراضية أو عن بعض. ولذلك البنتاجون يفرض ربما أحد أكثر الإجراءات سرامة في العالم لكي يتمكن من استكمال بعض جوانب نشاطه. وكما ذكرنا سابقا الرئاسة الأمريكية وكما ذكر ضيفاكي قد تعاطت في أسابق مع شخصيات رفيعة. أصيبت بأمراض وبعض الأمراض بقيت خفية. لكن واشنطن ومؤسسات في واشنطن تجتمع في هكذا أوقات لتحمي الرئيس. وحتى أن نتذكر أيضا حالة بعض الرؤساء الذين لم يكنوا قادرين حتى على المشي وقد أصيبوا بشلل. لكن المؤسسات قد اجتمعت وقرأت أن تظهر صورة قوية للرئيس. لأن لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يظهر. وهو في حالة من الضعف أو الاعقابة. بالتالي السؤال المطرح هنا هو أن نعيش اليوم في واشنطن مختلفة عن العاصمة السابقة. وترامب قد تمكن من تقسيم البلاد بتاليات العادية التي قد وجدناها في الماضي لحماية الرئيس. هل ستنجل اليوم وسنرى المؤسسات تسعى معا لتحمي رئاسة من يشغل هذا المنصب؟ والكثير من الأشخاص من الحزب الجمهوري قد يعتبرون أن هذا الرئيس لم ينجح حتى في حماية صورة من يشغل هذا المنصب بحدثاته. لشان بذلك نشهد على شخصية رئيس غير مسبوقة لحد كبير قد يفعل أمرا غير مرتقب. وهو قد يصدر التغريدات وهو في سرير المرض. وبهذه الطريقة قد يقدم صورة مغيرة ويظهر ضعفا لا تريد المؤسسات أن تظهره. كما أن أنداده السياسيين في واشنطن يقللون من قدرته على أن يكون مسيطرا على الأعلام وأن يشتذب الأعلام. بالتالي ربما في ذهنه قد يعتقد أن هذه الفرصة سانحة لكي يقوم ببعض الخدع لكي يحاول أن يستدر عطف الشعب والمؤسسات بصورة عامة. ويعرف كذلك أن داعميه وهو قد خفف أمامهم من وطأة هذا الفيروس. وكثر من هؤلاء يعتبرون أنه مجرد فيروس شبيل بفيروس الإنفلونزا وسينجح لك قريبا. بالتالي إن كان قادرا على تخطي هذا الفيروس ولم يواجه أي تعقيدات على مستوى الالتهاب الرئوي. فهذا سيعزز الدعم الذي يلقى أساسا على مستوى أتبعه. بالحديث معكم سيد دان ومع السيد بيتر والسيدة بهية تتمة. ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. الفيروس الصغير تفشه بجنون في الأمة الكبيرة وشل اقتصادها العملاق وعره شاشة نظامها الصحي وهز عرش ترامب. فما القصة؟ نتابع مع بلال عبود. في بداية العام نجى ترامب من العزل بعد تبريئته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين أفشلوا مسعى الديمقراطيين لإدانته وإزاحته من السلطة. في الوقت نفسه سجلت أول إصابة بكورونا في أمريكا. الأمر الذي تحول سريعا إلى أكبر أزمة يواجهه ترامب هزت عرشه ومستقبله السياسي. عندما بدأ انتشار كورونا قلل ترامب من خطورته ورفض أغلاق البلاد. ولم يضع خطة مواجهة بل كان يدعي أن كورونا سيختفي خلال الصيف. وسبب رفض الأغلاق هو الخوف من خسائر اقتصادية في عام الانتخابات. لكن المدن والولايات سجلت أرقاما قياسية في الإصابات والوفيات. وشلت الحياة والاقتصاد بسبب الفيروس. بعدها شن ترامب حملة على الصين واتهمها بالمسؤولية عن انتشار كورونا الذي وصفه بالفيروس الصيني. كما هاجم منظمة الصحة العالمية وأوقف تمويلها. تصدرت أمريكا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم. بسبب فشل إدارة ترامب في التعامل مع الفيروس. لاحقا وجه ترامب هجومه إلى حكام الولايات الديمقراطيين الذين رفضوا إقاف الأغلاق. وترافق ذلك مع تظاهرات مسلحة لمؤيدي الرئيس في عدد من المدن. كذلك تحول موضوع ارتداء الكمامات إلى مسألة خلاف سياسي مع رفض ترامب المتكرر لوضعها. وكشف أنه يستخدم عقار هيدروكسي كلوريكين للوقاية من كورونا. رغم تحذيرات من أنه غير فعال ويسبب الهلوسة. وفي ظل تفشي أخطر وباء اقترح ترامب على المواطنين شرب المنظفات المنزلية للقضاء على كورونا. لم تقدم إدارة ترامب خطة واضحة للحد من انتشار كورونا. وفي الوقت نفسه أصبح هناك عشرات الملايين من العاطلين من العمل بسبب الركود الاقتصادي. تراجعت نسبة مؤيدي ترامب حتى بين ناخبيه. وأصبح كورونا في محور المواجهة الانتخابية. فهل يكون السبب في خسارته الرئاسة؟ ترامب تعاطى بنوع من الاستلشاء والاستخفاف بفيروس كورونا حتى أنه كذب حول هذا الفيروس. كيف يمكن اختصار طريقة تعامل ترامب مع الفيروس منذ لحظة انتشار هذا الفيروس في العالم؟ مايا لو أردت البحث عن عبارة كذب ترامب حول موضوع كورونا باللغتين العربية والإنجليزية. ستجدين هذه المادة في كل المواقع الإخبارية بدون استثناء. سأقف عند بعض المواد التي نرصدها في هذا الإطار. المعلومة الكاذبة الأولى هي أن أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع الحصول على فحص لكورونا. ولكن حقيقة الأمر أن عدد كبير من الناس وبحسب الأرقام لا يستطيعون الوصول إلى ألية لفحص هذا الوباء. دائما كان ما يردد عبارة أننا اقتربنا من الحالة صفر أو من انخفاض عدد الإصابات إلى حد عدم إصابة أي شخص. وبطبيعة الحالة هذا الموضوع خاطئ. غالبا ما كان يكرر عبارة أن هذا الموضوع هو خدعة أو هوكس كما يقول. بإشارة إلى أنه خدعة من الصين أو محاولة لمحاربة أمريكا. أيضا كان دائما ما يقول أو يحاول تشبيه موضوع الوباء بالفلوء العادي أو الرشح العادي. إضافة إلى هذا دائما ما يردد عبارة أننا اقتربنا من موضوع اللقاح أو إيجاد اللقاح. وهذا ما رفضته أو ضحضته شركات اللقاحات الكبرى. اللافت أيضا مايا أن هذه المواد منذ اللحظة الأولى لإعلان ترامب أنه مصاب بكورونا. تحولت لمادة دعائية كبيرة وضخمة. يستفيد منها أو تستفيد منها الحملتين الإعلاميتين للحزب الديمقراطي. وحتى الحزب الجمهوري الذي اضطر إلى أن يدافع حتى في هذا السياق. الحزب الديمقراطي يوظف هذه الصوتيات التي تحدث فيها ترامب عن مختلف الجوانب والتي تحتوي على معلومات مغلوطة. ويتم نشر فيديوهات سريعة خاصة على منصات تواصل اجتماعي. لإقناع حتى الشباب من مؤيدي ترامب أو من كان قد يصوت له في وقت لاحق. إلى أن هذا الرئيس ليس له مصداقية. ولا يجب أن التصويت له أولا. طبيعة الحال هذا التكتيك لبيدن. هو يحاول دائما إظهار مساوى ترامب كي يظهر هو كمرشح أفضل. سيد كوزنيك. إعلان ترامب بطبيعة الحال يأتي عشية الانتخابات الأمريكية الرئاسية. كيف سينعكس ذلك على حملة الرئيس الانتخابية؟ الرجل اعتاد على لقاء مناصري على التواجد بينهم. والآن هو سيقبع في البيت الأبيض لمدة أسبوعين أقل له. بالطبع لا بد أن يبقى ترامب قيد الحجر لفتاة ما بين 10 أيام و14 يوما. إذا ما افترضنا أن الأعراض تبقى ضعيفة. لكن إذا ما باتت الأعراض قوية لا نعرف ما الذي سيحدث. وحملة ترامب ستكون مقوضة وتضعف ولم يمكن حشد الناس كما يحدث عادة. كما قلنا قد يلجأ ترامب إلى لعب بطاقات أخرى فهو فعال بتعامل مع وسائل الإعلام. وقد يحاول أن يستدرع عطف الناس وتفاهمهم. لكن تذكروا أنه أساسا قبل الإعلان عن إصابته كان في وضعيات صعبة. فبحسب الاستفتاءات كان متأخرا عن بايدن بـ 7 إلى 10 نقاط. صحيح. وحتى بالنسبة إلى الولايات المتأرجحة كان متأخرا عن سيد بايدن. حتى في يوم الثلاثة خلال المناظرة الشهيرة كان قد بدأ المناظرة وكان أكثر من 200 ألف أمريكي قد قضوا نتيجة ألف رسوة على المستوى الدولي. أمريكا كان ينظر إليها أما من باب الشفقة أما من باب السخرية. نظرا لتعاطيها المترد مع فيروس كورونا. إلى جانب ذلك الاقتصاد الأمريكي يبقى في حالة من التأزم الشديد. وقبيل هذه المناظرة رأينا كيف أن مجلة نيويوك تايمز قد أصدرت مقالا بشأن العائدات الضربية لترامب. وبالتالي يبدو أنه لم يكن حتى رجل أعمال ناجح بل كان إخفاقا وفشلا دريعا كرجل أعمال. وقد أطر إلى الحصول على 471 مليون دولار من والده لكي يطلق عمله وليس مليون دولار واحد. وقد هادر معظم ذلك وخلال أكثر من عقضي من الزمن لم يدفع أي ضرائب. وفي الكثير من الأوقات خسر الكثير من الأموال نتيجة الاستثمارات المتهورة في فنادق وملاعب غولف وغير ذلك. وبالتالي مزعم ترامب الأساسية خلف طموحي السياسي كانت تقوم على أنه رجل أعمال ماهر. لكن هذا ظهر على أنه أمر غير حقيقي وقد فشل في التعامل بشكل جديد مع المجال. بعض الموضوع المناظرة، كورونا كان حاضراً في هذه المناظرة، سنرى سوياً كيف تعامل المرشحين مع هذا الموضوع. موسيقى the reporter came to him and asked him a question he said no 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 stand back. put on your mask. put on a mask have you been tested. I'm way far away from those other people. he's not worried about people OUT there breathing. we've hadанд эфф. سيدان هل من الممكن أن نرى تبدلا في نظرة ترامب لموضوع فيروس كورونا بعد إصابته بهذا الفيروس هل نراه ربما يدفع قدما لإصدار قوانين تجبر الأمريكيين على ارتداء الكيمامة مثلا هل نراه يعيد النظر في موضوع منظمة الصحة العالمية وموقفه من هذه المنظمة نعم من منظور الفكرة الاستراتيجية السياسية هذا الحدث يشرع فرصة كبيرة أمام ترامب لكي يبدل منقفه 180 درجة لكن التحدي هو أن تحدث عن سفينة كبرى لابد من أن تبدل اتجاه أشريعتها وهي الدولة الأمريكية ونحن على بعد أقل من شهر من الانتخابات وهذا التحول الجذري سيكون صعبا على المستوى الرمزي ممكن لترامب أن يقبل فكرة أن جائحات كورونا تحولت إلى مشكلة عالمية كما تناقشنا في هذا الأمرات عدة في هذا البرنامج وفي برامج عدة وقد كان يصر على أن هذا الفيروس هو فيروس ابتكرت الصين وقد أطلقته ليعصفه في العالم وكل ما حصل نتيجة لذلك هو أن الفيروس قد قود أعظم اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي بحد كلمات ترامب بالتالي يملك فرصة لكي يحدث ولو تغيير رمزي ربما أن يظهر بقناع أمام البيت الأبيض وأن يفعل أمور أكثر من ذلك مثلا يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلجأ بعد إلى الولايات المتحدة وتطلع بدور ريادي على غرار ما فعلته في الماضي حان الوقت لنا لكي نقف بصورة تضامنية مع الدول الأخرى عرفوا الأشخاص في البنتاجون وعلى مستوى السلك الدبلوماسي وأشخاص كثر محتارون ويعرفون أننا في ظل رئاسات أخرى مثلا الجميع كان يتعامل مع أطراف الأخرى مثلا أقل هو التعامل مع مطارات كبرى في العالم كمطار دبي الدولي وإنشاء فرق العمل من الخبراء هذه مسألة يمكن لترامب أن يقوم بها بشكل سريح هل سيؤثر ذلك في الانتخابات وفي هوى الناخب الشعبي لن نعرف ذلك بعد ولعله السؤال الأصعب اليوم في أمريكا هل هناك من مؤشر أن مزاج الناخب الأمريكي سيتغير تجاه ترامب مثلا رأينا في بريطانيا كان هناك تعاطف كبير مع بوريس جونسون شعبية الرجل زادت بعد إصابته بفيروس كورونا ما نلاحظه في الفترة الأخيرة الماضية مايا أنه كل شخص في أمريكا أو معظم الأشخاص في أمريكا يعتبرون موضوع كورونا هو موضوع يمسهم بصورة شخصية خصوصا مع إصابة العدد كبير من الناخبين أشخاص من داخل أسرتهم من الدوائر المقربة أصدقائهم وإلى ما هناك في ظل تعاطي رئيس الأمريكي ترامب بتجاهل أو حتى باستخفاف ولوم الأشخاص بدلا من تقديم المساعدات وحتى فرض قوانين تساعد على حمايتهم وحماية الأطفال في إطار مواكبتنا للمناظر الأخيرة كنا قد رصدنا وحللنا أكثر الموضوعات التي اهتم الناخبون ومتابعو المناظرات إليها نجد أن موضوع كورونا وموضوع الاقتصاد يعني يتصدراني المشهد إن كان من الناخبين المؤيدين لبايدن أو الناخبين المؤيدين لترامب وحتى الناخبين المترددين الذين لم يحسموا صوتهم بعد خلال المناظرة أيضا وفي تحليل سريع لمنصة تويتر ومع العبارات التي تم ذكر كل مرشح فيها نجد أن أكثر العبارات التي استخدمت كانت مرتبطة بكورونا فعلا وأنه تم ذكر رئيس الأمريكي ترامب أكثر من بايدن وبمضمون هذه التغريدات كان هناك نوع من اللوم والعتب ويعني تحميل مسؤولية الأزمة الحقيقية التي تعصف في البلاد نتيجة الإصابات الكبيرة وتردي آلية التعاطي معها وبالتالي اليوم بموضوع يعني تأثير هذا الموضوع على الناخب الأمريكي أعتقد أنه لن يكون لصالح ترامب سيكون نقطة ضده ولن يستطيع توظيف حتى السردية التي لطالما اعتمدها منذ انتشار الوباء لتخدم حملته الانتخابية أو الطريقة التي يقدم هذا الموضوع للمتابعين سيد كوزنيك إذا كانت الجائحة ستلعب ضد ترامب وإصابته بهذا الفيروس سيلعب ضده ماذا عن الحزب الديمقراطي؟ هل قد يستفيد من هذا الأمر في ظل هذه الحملة الانتخابية؟ لا شك في أن الحزب الديمقراطي في وضايات من الأفضلية المطلقة فحتى خلال المناظرة كان من الضروري لترامب أن ينتصر في هذه المناظرة وأن يجذب فئة محددة من الشعب الأمريكي لسيما فئة الضيضة التي يعيشون في ضواحي المدن الكبرى ولكن كل ما يجدر ببايدن أن يفعله هو أن يبقى ثابتا في قوله ومواقفه ولا حاجة له ليفعل أكثر من ذلك الحزب الديمقراطي في وضع من الأفضلية أما ترامب هو في وضع سيء فهو يخسر على مستوى الاستفتاءات وهو في وضعيات دفاعية وربما دان متفعل أكثر مني بالنسبة لإمكانيات حصول تغيينه في مواقف ترامب أنا لم أرى أي دليل يبين إمكانية تغيير في مواقف ترامب على مستوى كل سنوات رئاسته وبنسبة إلى بعض الخبراء الطبيين الذين آثاروا جدالا حول الأرقام لكن معظم هؤلاء يقولون أنه مسؤول عن انتشار هذه الجائحة بهذه الطريقة أقله على مستوى سردياته وهذا أفضل إلى ارتفاع عدد الوفيات بـ 150 ألف وفات أكثر مما كان سيحدث لو كان قد تعاطم هذه الجائحة بطريقة مسؤولة أشتر بنا أن نتذكر أنه خلال حرب فيتنام مثلا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية 58 ألف ومائتي وثمانين جنديا أمريكيا خلال هذه الحرب أما هنا وفي مواجهة هذه الجائحة قد فقدنا أكثر من مائتي ألف مواطن وهذا بالطبع له أثر مهول وله أثر مضاعف على مستوى الاقتصاد الأمريكي وعلى صعيد مستقية ترامب وكذلك الاعتداء التي تشنه على العلم هذا وضع خطير إلى حد كبير وأن يتمكن ترامب من الانتفاض على كل ذلك هذا مستحيل أما ترامب فما يعول عليه هو أن يظهر في وضعيات القوي لا يريد أن يظهر أي أمارة من أمارات الضعف وأن نراه يتحول بشكل جثري وأن يتعاطى مع الأمر كإنسان ورئيس مسؤول هذا سيشكل شرخا عن شخصياته السابقة ويقود كذلك الشعبية التي يقه على مستوى قاعدته السابقة سيد دان موضوع إصابة ترامب بكوفيد خطف الأضواء المناظر الرئاسية ولكن لابد من التعليق بأن بعد هذه المناظرة كثر الحديث على أن الديمقراطية الأمريكية وصلت إلى الحديد هل توافق هذا الرأي؟ ولو باختصار بدقيقة بالحديث عن الديمقراطية الأمريكية اليوم أعتقد أن هذا الأسبوق تشهد على الكثير من مشاعر الحزن في واشنطن نعرف أن بعد الحرب العالمية الثانية وصعود أمريكا كقوى رائدة على مستوى العالم شاهدنا على الكثير من الرؤساء الذين كانوا يدللون على قدر كبير من الذكاء والفطنة وهذا كان يدلل على الحيوية في هذه الحياة الديمقراطية الأمريكية لكن مشاهدنا عليه هذا الأسبوع هو أمر مختلف حيث أن الناس كانوا يتحدثون على المناظرة وكأنها بين طفلين في الحضانة أحدهما يصرخ في وجه الآخر والآخر لا يعرف ما الذي يفعله في مواجهة انتقادات الآخر فهذا أثار قدرا كبيرا من الحزن في واشنطن العاصمة ترامب لو تمكن من الانتفاضة على ما يحدث فلابد أن يبدل شخصياته ونوافق على مقاله البروفيسور من الجامعة الأمريكية لتوحيث أن ترامب يريد أن يبقى بعيدا عن جزء أساسي من شخصياته وقد نستذكر قصة رايغن الذي تم إطلاق الناير عليه في عام واحدة وثمانين وكان جمهوريا وقد تمكن من إعادة الحزب الجمهوري للوقوف على قدمه وقد تعرض الإصابة بالطلق الناير في رئاته في فندق هيلتون هنا في العاصمة وعندما وصل إلى المستشفى يقال أنه نظر في وجه الطبيب وقال له آمل أنك لست ديمقراطيا وهذا قاله ممازحا فهو كان جمهوريا وربما ديمقراطي سيتركه يموت لكن هذه كانت المسحة وشخص مثل ريغن كان يعتمد على الفطنة وذكاء والحنكة الأشخاص الذين يواجهون الأزمات يرتدون فيعتمدون على الحنكة والفطنة لك رأينا أن ترامب ليم يعتمد على أمر كهذا قاله في خلال المناظرات الأولى وبايدن كان ربما أكثر فطنة في ردوده ونحن في وضع حيث نشهد ربما على مسرحية أشبهة بمسرحيات الشيكسبير ونحن في دوامة حقيقية شكرا لك سيدا بويلين محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز كنت معنا من واشنطن الشكر موصول أيضا لكم سيد بيتر كوزنيك أكاديمي في الجامعة الأمريكية في واشنطن شكرا لك بهي حلاوي مديرة الميادين مشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة